بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المشرفة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينا ما بعد عشركة واكي لعيطبنات كمدة من الشرح العقيدة الأسبحانية لشغل إسلام نتيم رحمة الله تعالى عليه وهانكسود حيث الرأسة الكديراء كسها بسنة قيام الصفات الفعلية أو قيام الصفات الاختيارية بالله سبحانه وتعالى يطوائفة أنصف الشيكة الإسلام كسلع اسكومة النافين مركزة كتبت مقالات شرقة أنصف الشيكة الإسلام كأي كقرين قضيات أما أنكسة وكشة معتقد كتبتها وعكوم موقعنا يسمر كأهل السنة والجماعة إلهي سبحانه وتعالى إنه وافتيي يعقيده أي الدلد عقلها مد نقلها في طرده صليمها من المتغيرات يعقلها صليم ككبت قبا من الشبهات والشهوات أي تصيان فإلهي سبحانه وتعالى وافتيي وإلهي سبحانه وتعالى وكوهاغات شيي مرك وحيك لقاضيان سلف الصالح خلق دي مخلوق خلقه وفعل الرب سبحانه وتعالى مخلوقاتكنا ومفعولاتك سيئة وحكرنا الشئ إلهي سبحانه وتعالى فالكسيف عليك وحيك لقاضيان مخلوقي حادثك وحيليهن كل مخلوق وحادث وليس كل حادث مخلوق لعل الله يحدث بعد ذلك أمر حديثك صحيحة إن الله يحدث من أمر ما شاء وإن الله أحدث أن لا تكلموا في الصلاة ما يأتيه من ذكر من ربه المحدث محدث 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 يحادثك وشيخك ذب العران مخلوق حادثك مخلوق وأنه غنكر غير مخلوق وصفاتك رب يأفعجسن وأنه غنكر محدث أيال وكر نقاقي محدث وحيق بأن رب سبحانه وتعالى أفعجسن وأنه قيبت أفعال لازماء فاللازمة أو إلهي ذات ديسة أي قلت المامة يسوه وفرء رب سمينا مفعولاتي مخلوقاتنا أيسا نقلل لنين سيدا نزولكو كالي مجيوه وكالي إتيانكو كالي استوه وكالي وأفعال رب سبحانه وتعالى لازمة ونمتعدية هاي يأفعال يأفعال وقد نقلل لازماء آثار سيدا خلقك إعطاغك إحسانك يوحل لها المال أو دمب إيجادك أفعال شاسي مرك وكمال وكمال ومن ثم أسأل كاسما دام اللي اسكوها أيو أها مبنانتاي إن إلهي سبحانه وتعالى أفعال يسفات أوصمي كتعلق كحران مشيئة قدرة ديس حكمة ديس اختيار كيسا ومركو دولانا أوصمي مركو دولانا إسكاد أيو مركي حكم ذو كنتان أوصمي مركي سكرن أوفراها كقاضو هاوش مبنانتاي سلب كن نقلقا تصي عقلقا تصي فدردا تصي لأن أحد كوحو دون السمعية لحكمة وحو دون كتغل لحكمة وغاية حميدة أيها كامل أحد كوحو سبعين كرين فمن يخلق كمن لا يخلق فعال لما يريد إن الله يحكم ما يريد إذن والبك لبابه هاوش سلب كعاد دون مركو كعاد شبهاء كانت طوائفتنا يخل ضمين نوالبن أسل الدفاع يوح كدسا نظر صحيحة هي عقل سليمة هي نقل صحيحة من دماءها وإذن مذهب لآمني لشبهات كدمن إلا الدفاع وغصول لغم مشقولين وحض كعالرهيان التجدد كالله هذا إلهي وحكسه كرده أنه رانتير با كدر لا يسيج قيام الصفات الإختيارية بالله سبحانه وتعالى وحلوهي صفات كدات تصو إسان با حتى تاسح الأن صفة الصمح والبصر نفس الشيء اللازم مثلا إلهي يتنقصنا صفة الصمح أما صفة البصر وحيس كوه أفصي كل قوضوح بين آدم شكتين عاقل شكتين شيء مصموع لما قلي انت معدوم شكتين معدوم كان الله ومغلو رو قياني يعود كياني نده وحين صباح يصوت كشق له إلهي سبحانه وتعال وحو مغلية حلقة أيضا رو قام ره قوآن إلهي ما مغلية سبحانه وتعال رو قاد نفس ربي سبحانه وتعال ومغلية إذن سمع المسموع سماع المسموع أو الأصوات مع كذا شيء صفة السمع آثار بيكوية لتعلق يتجد باقييم كذلك صفة البصر مرئياتك شيء ربي سبحانه وتعال أوقع إن أبو ردون لبا تنس نك كذب إن ولي أصن أبو رب مر كم يو أرك لأن الرؤية والبصر لا يتعلقان إلا بموجود بالمبصرات الشيء مرئياتك أرك إشق باته دو سن لما أرك لكن حلوقي علم تعالق كم تعالق بصر كم تعالق علم تعالق يوريون إمن دون ربي أبو دون حل يحل تعالق لما أرك ربي أبو و أرك حران ربي سبحانه و تعالى موسى أرك إن أغو أغو سو صح ما و هذا صفة البصر صفة العلم شئ معدوم ربي معدوم يبو 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 لكن بصر سمعه تعلقان شيء موجود و أمرك آنه معدوم أي صفة يبو 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 صدرت رازي كتاب الاربعين في أصول الدين التغير والتجدد بالنسبة لله سبحانه وإن كان أكثر الطوائف ينكرونه يعتقدونه وينكرونه باللسانبول يعتقدونه جناناً وينكرونه اللسان وارنتي نجب الدين الكاتب الكتاب المفصل في الشيح المحصل هذا المجل للغضاء وحيو هو السيد الشغيوي الله إنكره والله ضفره مثلاً يدين شغير يخطره ويشعره إلى هذين وحيو فلاسبة وعيدة هذين إلهي سبحانه وتعالى هل يتألم بالألم ويلتذ باللذات العقلية باللذات العقلية وحكا احترازيان اللذات الشهوانية الحسية وحكا احترازيان وحكا احترازيان تهوري إلهي نوساً ألم يحنون يللحو شغل كلهين ومسألة إجماعة الفلاسفة إنكت ذا وإموه هل يلتذ باللذات العقلية وحيلاً عقلاً روح مركو علم أكرده يأقون أكرده وكفر حي أقون تيس هذين نقصان أي كوكوتي ماذي أقون يرين وات كان حيسا نحذين تيحنون سيقوا صفة النقص إلهي أن كان نزال حقه لكن الله سبحانه وتعالى وحيداً وأكمل الموجودات وحكا استجراء الله كامل سنورنا ما يستراء وكمال ربنا وأكمل الكمالات وعلمه وأوقيه بكل شيء وأكمل العلوم هذا دبع علم الرب بكماله هل يلتذب به هل يلتذب به فلاسفه؟ نعم نعم هل يلتذب به وحكا فلتقد معنى وصفة الكمال ونعوت الجلال ويقول أن الله يقول يقولون أن الله يكون فرحاياً وأنه يكون لدينا فلاسفة هذا ماذا تقولون؟ هذا ماذا تقولون؟ أخبرنا أنت كنت أخيراً بأنه يكون مبادئاً لأنه يكون بأسفل أن الله يلتذ بالكمالات العقلية مجرور إلا إجماع الأمة إجماعنا ودليل السمعية والأدلة السمعية عندهم لا تفيد اليقين والعقائد لا تبنا إلا باليقين والعقائد لا تبنا إجماعها نجمد الكاتب بحوري وحاد أكتو هاد أكتو أكوصو شقا رازي أن الإجماع هو دليل السمعي والدليل السمعي لا يفيد في المباحث العقلية إذن لا دليل مثل هذا عند الأشاعر فالقهر يستاوى أن الله يلتذ بالكمالات العقلية فالفلسفة جوابه لأي مركز وحرمه الذي قمت بقرآن وصنة الله سيكون رائعا إنه قاشان كودرنا أصل باطلة الحوادث لا تقوم بالقديم أي يهدان أي كديدان أي كديدان أولا إنه فانتين بأي مرتاح ملاحظت ذو هلكام بيسكي يبتو لأمانيس هذا أنه قد يسكي بطلسفة جوابه الفضل الأشياء حصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم ومبارك على أبده ورسوله نبينا المحمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وقال أبو إسماعيل الأنصاري الملقب بشيخ الإسلام في ملاقب الإمام أحمد لما ذكر كلامه في مسألة القرآن وترتيب حدوث البدع قال وجاءت طائفة فقالت لا يتكلم بعد ما تكلم فيكون كلامه حادثا قال وهذه أغلوطة أخرى تقضي في الدين غير عين واحدة فانتبه لها أبو بكر بن خزيمة وكانت نيسابور دار الآثار تمد إليها الدعايات وتشد إليها الركائب ويجلب منها العلم فابن خزيمة في بيت ومحمد بن إسحاق يعني السراجة في بيت وأبو حامد بن الشرقي في بيت قال فطار لتلك الفتنة ذلك الإمام أبو بكر فلم يزل يصيح بتشويهها ويصنف في ردها كأنه منذر جيش حتى دوين في الدفاتر وتمكن في السرائر ولقن في الكتاتيب ونقش في المحارب أن الله متكلم إن شاء تكلم وإن شاء سكت قال فجز الله ذلك الإمام وأولئك النفر الغر عن نصر دينه وتوقير نبيه خيرا قلت لفظ السكوت يراد به السكوت عن شيء خاص وهذا مما جاءت به الآثار كقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تسألوا عنها والحديث المعروف عن سلمان مرفوعا وموقوفا الحلال ما أحله الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه والعلماء يقولون مفهوم الموافقة أن يكون الحكم في المسكوت عنه أولى منه في المنطوق به ومفهوم المخالفة أن يكون الحكم في المسكوت عنه مخالفا للحكم في المنطوق به وأما السكوت مطلقا فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو يعلى وموافقه نعم قيبتنا وليس كينا والعلماء يقولون لما تدعوها شيئا سكوت خاص كهذا إنه كم مثالي إنه كنت سكولية وصوليين تفوق هذو مركي باب العصول جرام الفقيات إنه السكوت كسوغيا لأنه خطابك هو خطاب الرب سبحانه وتعالى المسألة اللي حكم كوالي منطوق اللي قيبني أما السكوت أحد كأمسوني وايو والشارع والشارع مركا من طرف خفيين بأسوغيان كلام يسكوت ربي أسوغيان اسماروا أقول لي وحونا ربعين يكون مثاليو السكوت عن شيء خاص أما سكوته ألا بدا جدوك ليشيغوك نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وأما السكوت مطلقا فهذا هو الذي ذكروا فيه القولين والقاضي أبو يعلى وموافقه على أصل ابن كلاب يتأولون كلام أحمد يتأولون كلام أحمد والآثار في ذلك بأنه سكوت عن الإسماع لا عن التكليم وكذلك تأول ابن عقيل كلام أبي إسماعيل الأنصاري وليس مرادهم ذلك كما هو بين لمن تدبر كلامهم مع أن الإسماع على أصل النفات إنما هو خلق إدراك في السامع ليس شيئا يقوم بالمتكلم فكيف يوصف بالسكوت لكونه لم يخلق إدراكا لغيره نعم نعم قضية هذا قضية بدون بيق ضوائفة ضوائفة مذهبت ونصف شكتها ما أبو حنيفة مالك الشافعي أحمد حنبل رقع علماء أو قضاءة يمفر بضنبا مذهبت ونصف شكتها السنوشي مركز قليها دمم التأخيرين أي كفد نوبين أم إزلك أسواقاتين أم كلاب كاقاتين أم النجارية أي آمنين يوحي أركي النصوص تأي مضوذي أسخلاف سميع لفر بضنبا مركز حسودة إنا أولان وإمامكو تيريان وحسن قبين سأصول شهودي أي سأويد من أما هذا الإمامكو يأوليان ويفصيريان تفسير وافقها هي أصول شهودي جميع طوافنا هو شاو ويقبتها جميع طوافنا هو شاو ويقبتها مركز حسن قبين سأدبو أقددها تصالقا وننك الليل هذا من عبد البر وإمام محدث الفقهة بخاريو الأندلس بالليل هذا وننكاملها في اللغة في السير في التفسير في الحديث في الفقه اللهم إلا أن يكون تلميذه ابن حزم الذاهر إذن نصوص عد عضبو كان في شرح التمهيد والاستذكار ومالك أوليها يقدره وكافر أرى أن يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه مركز رأيها مالك فقهة الأمصار ميسا نكون راح وانا صح ماءها وحكوذ تعزير أي تكفير ماء لأنه عندما يقولون أنه يرجاء الفقهة بألوير تماما وأنه يقولون أنه يقولون معاصرين على كلام ونظر في بحثهم هذه الصحاتي وأتكدره ميسا مرحبا أن أكجر النزوع وهو ما أقولوني حانوي نصوص بذلك لم يكن مالك ولاهب أو لا وإذن نصوص مالكية أشعرات هذه مالكية أشعرات إمام الشافعي نصوص عد عطبة لقورية في التكفير القائل بخلق القرآن عموما وأفراد وطعيين واصية حفث الفرد إن تلضى حكم شخص أو صاري حفث الفرد ومزن يكوي للربيح سوء الدعواني أراد الشافعي قتلي وفي رواية أشاط الشافعي بدمي شافعي ماكو التكفيري لي قيب هذا القرد ولا يدلي قاري نصوص النعوة عد عضيت نوه أولي وبهجقي بأولي وجويني بأولي وغزالي بأولي وكيف يحمرون كفرهم كفرهم أردت الشافعي فردين وكيف يفهمون التكفير الصريح الكفر الأكبر كل من يجب أن يكون مناظر كامل وكيف يفهمون إنه يكون يحدث في الدين وكيف يفهمون وكيف يفهمون لكن أصدرت ذلك السردين البلقيني وكيف يحوشي على الأم وعلى ردة النووي وعلى قلانك رماها وهناك تحريف للكلمة واضحة نوه يسكر رعيم وقال إنه يدعى أولا وكيف يفهمون أما أحمد مقصر أحريف بنايية نصوصك لأنه صمد صمود الرجال أمام الفتن الجهمية صدرت الكتاب يرد هو أوريواردا وإذ فتاوة يرد هو أورييي أحمد نسوستة الحرفية الوخل الضمي مجلن يحبه قوله بيجأ شهر اسلام الدفاع يسيقابكو يقول لها نسوستة سور نبا يكون قرر يقول لها معاسرة ومطبوع كتاب الله في رئي نفس الشيء نقود دراني نسوستة أولئي كل بار رواية كدقانوها وذات كان أبو اللي على القاضي الفراء الحنبلي لأنه شيخ الحنابلة شيخ الحنابلة ماذا هي بضم بمركة أولئية مرناه على الطريقة السلفية مر على الكلابية مر أصوله كوافقوا لي هاي معتزلتها متقلم كوضوها أما أبو حنيفة وذات كان لها فايدو الباري في شرس حيل بخاري مع أنور كشمير ميو وذات كي كتاب كيسل ويقا اكفار اكفار الملحدين في ضرورة الدين أخرية نقول بضانو حكا أبو حنيفة وليه هاي ويأولين ما تريد يدو مركازون والحق غير ما قالوا والحق غير ما قالوا حقوا حوية وحشيغان وحنك أهي مركاز السلطة أصليمه ووافتيي أصليمه السلف مركز التحريف بضانبه قوانع لو مدهو لو حدود بضانبه لو جيسانيا كوب براروها وشأيا اكفار الملحدين يمكن أن نص لوطر يا إمام إثبات إمام شكوري إيجاد سداء قفة السرطة آدوان نعم وليس مرادهم مرحبا وليس مرادهم ذلك كما هو بينا مع أن الإسماع على أصل النفاة إنما هو خلق إدراك في السامع ليس شيئا يقوم بالمتكلم وعلي عطا تأيولك تدان أمر أصول النفاة حتى مكين هي وحي كفة أولين محايا إسمع إن الشيء أحد إسمع وإن أن أحكم مقاشي الإسمع وإن أن كوكلي أود أحكم مقاش الإسمع ولو علم الله علم الله فيهم خيرا لأسمعهم معانا الإسمع على أسم المفات إسمع وامع إنما هو خلق إدراك أود أد قدرين تو أد حكم مقاشي اللقو أبو روي في السامع أي الشخص السامع أحد كوكلي إن لقلو أد حكم مقالا لي أيو يقانا إسمع وليس إسمع مقاشي أن يقوم بالمتكلم والله سبحانه وتعالى مركب وليس إسمع وليس إسمع وليس إسمع سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى أد حكم أد حكم أو أد حكم التكلم عقل ونقل باطل مثل هكذا كوكلي وليس إسمع أو أد حكم هكذا يسمع الله يرنكره لن يرنكره لن يرنكره السكوت لن يرنكره لن يرنكره لن يرنكره لن يرنكره أد حكم أد حكم مقل محكا خسية سفة الكلام أي السكوت محكا خسية معنا سبحانه وتعالى دعا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فأصل ابن كلاب الذي وافقه عليه القاضي وابن عقيل وابن الزاغون وغيرهم أنه منزه عن السكوت مطلقا فلا يجوز عندهم أن يسكت عن شيء من الأشياء إذ كلامه صفة قديمة لازمة لذاته لا تتعلق عندهم بمشيئته كالحياة حتى يقال إن شاء تكلم بكذا وإن شاء سكت عنه ولا يجوز عندهم أن يقال إن الله سكت عن شيء كما جاءت به الآثار بل يتأولونه على عدم خلق الإدراك منزه عن الخرس باتفاق الأمة هذا مما احتج به على قدم الكلام وقالوا لو لم يكن متكلما للزم اتصافه بذده كالسكوت والخرس وذلك ممتنع عندهم سواء قيل هو سكوت مطلق أو سكوت عن شيء معين وقال أبو الحسن محمد بن عبد الملك الكرجي الشافعي في كتابه الذي سماه الفصول في الأصول عن الأئمة الفحول وذكر 12 إماما الشافعي ومالك وصفيان الثوري وأحمد بن حنبل وصفيان بن عينة وابن المبارك والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه والبخاري وابو زرعة وابو حات قال فيه سمعت الإمام أبا منصور محمد بن أحمد يقول سمعت الإمام أبا بكر عبد الله بن أحمد يقول سمعت الشيخ أبا حامد الإسفراين يقول مذهبي ومذهب الشافعي وفقهاء الأمصار أن القرآن كلام الله غير مخلوق وما قال مخلوق فهو كافر والقرآن حمله جبريل مسموعا من الله تعالى والنبي صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل والصحابة سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي نتلوه نحن بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا ومنقوشا كل حرف منه كلباء والتاء كله كلام الله غير مخلوق وما قال مخلوق فهو كافر عليه لعائن الله والملائكة والناس أجمعين قال أبو الحسن وكان الشيخ أبو حامد شديد الإنكار على الباقلاني وأصحاب الكلام قال ولم يزل الأئمة الشافعية يعنفون ويستنكفون أن ينتسبوا إلى الأشعر ويتبرؤون مما بنى مذهبه عليه وينهون أصحابهم وأحبابهم من الحوم حواليه على ما سمعت عدة من المشايخ والأئمة منهم الحافظ المؤتمر بن أحمد الساجي يقول سمعنا جماعة من المشايخ الثقات قالوا كان الشيخ أبو حامد كان الشيخ أبو حامد أحمد بن أبي طاهر الإسفرائيني وإمام الأئمة الذي طبق الأرض علما وأصحابا إذا سعى إلى الجمعة من قطيعة الكرخ إلى الجامع النسور يدخل الرباط المعروف بالروزي المحاذي للجامع ويقابل ويقبل على من حضر ويقول اشهدوا علي بأن القرآن كلام الله غير مخلوق كما قاله أحمد بن حنبل لا كما يقول الباقلاني ويتكرر ذلك منه فقيل له في ذلك فقال حتى ينتشر في الناس وفي أهل الصلاة ويشيع الخبر في أهل البلاد أني بريء مما هم عليه يعني الأشعرية وبريء من مذهب أبي بكر الباقلاني فإن جماعة من المتفقهة الغرباء يدخلون على الباقلاني خفية ويقرؤون عليه فيفتنون بمذهبه فإذا رجعوا إلى بلادهم أظهروا بدعتهم لا مخالة فيظن ظن أنهم مني تعلموه وأنا قلته وأنا بريء من مذهب الباقلاني وعقيدتي قال وسمعت الفقيه الإمام أبا منصور سعد بن العجلي سمعت عدة من المشايخ والأئمة سمعت عدة من المشايخ والأئمة ببغداد أظن أبا إسحاق الشيرازي أحدهم قالوا كان أبو بكر الباقلاني يخرج إلى الحمام متبرقع خوفا من الشيخ أبي حامد الإسفرايني والكلام على ما وقع من إنكار أبي حامد وغيره من أئمة الإسلام على القاضي أبي بكر مع جلالة قدره وكثرة رده على أهل الإلحاد والبدع بسبب هذا الأصل الذي بنى عليه مذهبه طويل ولبسطه موضع آخر وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض وإنما المقصود هنا التنبيه على بعض من أثبت هذا الأصل ولم يوافق النفات نعم 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 هذه القديسة هذه القديسة الأفرق أفرق أفرق بوناد أنت تدقى النساء ولم يحرم فقهاء وإنما المقصود وإنما المقصود لأنه لا يوجد كفائد سنجره وإنما المقصود السعر على الأور وإنما المقصود يظهر فقه على طريقة أبي الحسن الأشعري مركآت بهوش وفي عنا ويقدم بهوحاكقاتي هوش يدى أرديسي كتابك لما هاي وكتبتي لما هاي أسحاب الوجوه طريقتي وحاكقاتي أبي طيب الطبري كدبني وحاكسقاتي أبو سحق الشرازي كتبت أبو سحق الشرازي على أشعريتي وبدعتي في الباب لما يتبصرت بوحوكه كانساريا أصول الشافعية أصول الأشعرة وحي دمشغتا وقالت الأشعرة وقال أصحابنا الشافعية وقالت الأشعرة وقالت أصول فقه على طريقة الأشعرية أصول الفقه على طريقة الشافع بأبد الله وحين كتابك وكتابكي rigorقاتي أبو طيب الطبري وهذه تعليقها هاي تعليقها على أشحة المزن أبو طيب الطبري أبو حامد كان هذا مغيسانين كانت دكوك أصبحت بقلاني إنه سيدها وينكو إنه شرارته حجابة مخمس وشقالي بكوين لك رأتك هؤلاء باشوين في عنطاء أصلك لك أهل هايين وأصلك هذا إنها كهلين وها قيام الصفات الإختيارية أو قيام الصفات الفعلية بالله سبحانه وتعالى أصلك أصلك كلابية ذا هي النجارية ذا مركب باقلاني أصو أصلك وأصلك وباقلاني أبو الحسن أشعري دبديل مجرى هو الرجل والشيخ عند الأشعر ننكر دائما ما مجرى فرنها هي أيقة دائما لو أشعره مجرس مركب على إمامته وتبحوره في الحلوم أيها لكي يستهى أبو حامد الإسفرائيين المروزي رحمة الله تعالى عليه أصلكنا كاسو وأسل آفاء وحينك وش أخضع إذا مثالة الكلام وقرانك ونفرع كيها هي سيد أحمد هبهاتشرة أصول الملاحب وأنا أسكو أصول المقالات ماذا بحور رأي كلامك وصفة لله سبحانه وتعالى كالحياة والعلم وصفة ذاتية سفة ذاتية وهي كحياة الله وعلمه وقدرته إلهي أعوديسو يمعنكم لها داي علميسو ينولشيسو سوماه سفة ذاتية قديمة أزلية مطمزة ما كلامكنا واحدا وهي سفة ذاتية أزلية قديمة رأيي أسمركو والرأي الأشاعر والكلابية والنجارية وأكثر الطوائف وصفة الكلام ومنه القرآن وصفة أكتوذة أزلية قديمة تقوم بذات الله سبحانه وتعالى إذن تعلق مالها يتجدد مركمية لنكرت كعلم الله وحياته إلهي أدون الله اللي مجرته أحبك مجراء لأنه تجدد بأمانية سفة ذاتية قديمة أزلية إلهي أدون الله اللي إلهي مركضونه آمصية موسو الله اللي محمد بو الله اللي آدم بو الله اللي يا آدم الصوت يا حرف يا رواق مجر وحرموا إنكره لأن سفة ذاتية أزلية إذن الكلام وصفة قائمة من نفس الكلام النفس ألغسل لأدي وركض كسو قابي الكلام ومنه القرآن وصفة ذاتية أزلية قديمة عند الشعر الكلابي النجاري وأكثر طواف وانه مجد وافقي في أحد قوله القاضي أبو يعلى ضائفة اللباط وآذف أربع يونا وحايدا ذا كلامك ومنه القرآن ومخلوق من الخلايا وشيء منفصل عن الخالق سفة من سفات الله أو الله قوق ما يسمعه سفة تقوم بذات الله معها قديمة أزلية معها ما هي ترى؟ الكلام وفعل من أفعال الله ترى والمتكلم ومن فعل الكلام وليس من قام به الكلام هل تقوم بذاته؟ هل تقوم بذاته؟ هل تقوم بذاته؟ إذن سيدة الليلة هي بيت الله وناقة الله باولورنا يا كلام الله وإضافة تشريف وأن مخلوق من الخلايا هذا البويله أبو ري شجره كأبو ري فموسى مقلي وحايدا معنى تلك الدوم برد أبو ري موسى أركي إذن سفة الكلام مأها سفة ذاتية لا أزلية ولا ولا قديمة حدث الأحد ومخلوق من الخلايا أثر من آثار له ومفعلاته واركام عزلي وحاقبة جهمي يوحي كفر عنه جهمي وردن باب قدوه أهل صنع مقالة وذباكو صار إلهي سبحانه وتعالى ومتكلما بالقوة جملة وأنا متكلما بالفعل ذا شاء وحلفا مكرا أنتصا خلاصة وإنتهى إذا قد داي قديمة النوعي حد دعوات كور الرئيس كيف بد داي إلهي سبحانه وتعالى الكلام واسفة ذاتية مكلا لقائقه إنه إلهي سبحانه وتعود وكه الله بكلام له حرف وصوت وأنا متكلما بالفعل إذا شاء ويسكت إذا شاء إلهي مرك سفة الكلام رمحي كتها سفة ذاتية قديمة أزلي مركا ننكه الله إنه إتقى أنا متكلما بالقوة مركا ننكه الله إنه إلهي حلقو وهلقره أحكدوا الله هلقره متى شاء وكيف شاء ولمن شاء ومتكلما بالفعل وحادثة الأحار تتعلق بمشاة الله وقدراته سيدة صنع كتابك يصنّد عقلك السليم كيف تقول أي كان يحكى له نقص الشعيري يقول يحل لازم النقص إلهي سبحانه ومهال لكره معانيه يحكى دوني أصوّم شيكرين يحكى فهم جبريل جبريل بربوح ما أقانا كترجم هذا الجبريل من نبيكم ما قلائي وركضوا أنت خلاصته إلهي سبحانه كالرجو الأخرسي الأب كمي الذي لا يستطيع أن يتكلم لكن هذا كلام كن نفسي قائم بذات رب يا ربنا أصن هل يكرين كلام الصوت إيا حرف إيا دوا لغم غلاله سي قرآن كان لوم مقلي قرآن كان من تعبير جبريل وألفاديه أبطوله أم هو من ألفادي محمد عليه الصلاة والسلام معنه ربئو ربئو دوني وحا فهمي كسو قال وإلهي المثل الأعلى تعال الله وعما يقول علوا كبيرا ننباط صدنصنا كولنو لا أظهر مهل لكرتت لكو حواد مقشا وحاة ربطه مكهة فيرسه أما أدعي الميز أما أدعي شعور لتماده وحا فهمه ننكا كل جهو لو تقصد لكو نقالين هيا وحاسو رباسي شاءو كينا حانو كينا صحيحية دركة كسيبة لكو دونتنا مشيقين كرتي يا أبقوا فهمي صاحبكو صاحبكو أبقوا فهمي إلهي سيدا سيكولي كشبين أشاعري الجهمي إلهي مهل اللي كروه اللي كروه اللي كمصة بحكور حرف ملها روغ لهم مالها صوت ملها أدون الله اللي كروه متشرو لكن وحافهم هذا وحو ربي جبريل جبريل بقع عبرو يلي سيداء إساس والرب الرباء وقال ربكم مدعوني أستجيب لكم وبحروف وألفاظي جبريل معناها حروف تنحن بارسان طينا ومعنه وقال دوني ما فهنتين مركب ما هلله اللي لا هلله بيقال لك أن أودك إنه هلله هم دي المجرى دي المجرى وإسكال فلسفية إن في الفئادي إن الكلام اللي في الفئادي وركي هاي حولها تقرنسي إسكال عبادين شاوية حاكم مشقول يقول بفاهم ما ليسي في قلوب إلا قد دورت في نفس كلام فلسفان معان الله وليسي لا أكبر بفاهم يقول إذا سيكون ورحي ورحي أني فيه ورحي توسفة الناقص الناقص عقفة يَتُقِعَدًا لَجُبْتَ مُوتَ لَهُمِنَا وَالسَنَبْتِهِ لَجُبْتِهِ اَهْدَنَا اكْلَامُ وَقَلْمُكِ سِيَلْمِنَا لَقَتْهِ معنا فضول يوم كبير ذو جنبتها ودفت المنظم مسانا اسكلي. نحن كم هذا المسؤولة. وحروفته معنا حم بارسة آسكا اسكلي. يحن نفسه. يحن نفسه. ودعك رطه لأنه يقولون معصومة هنا. لكن عقا جلولي يقولون هنا معصومة نوعه يقولون موقت الله سعب. يقولون بذلك كل ما يقولون هنا. ودعا أدعا أقولون هنا. إن الفانتان فرعون لم يكن تكفيري لم يكن أعلمني من أن يغيري لم يكن أعلمني هذا الإله الملك أبوري مخلوق من الخلوة رب أبوري هذا كلام يردوني فرعون ورقنا الله أبوري هذا القلوة وهذا كإلهي محكو قالوا ماذا فأنت معانا إلزام كالسلف هذا الميل ربك أبوري مخلوق من الخلائق نبي الله المسلم حتى لديه وكلام الله إضافة تشريف كبيت الله والناقة الله مرحة يسدى أتعي الضمان يا أبوري الله وحن وركن كسوا بحينا يا أبوري الله إذن كلام كان أنا ربكم ملعلى يا ما علمت لكم منها غيره وكلام الرب سي أحله قالوا بي ومن ثم ومن ثم وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نثره ونظامه نثره في الوجود كل شيء في الكون سواء مخلوق الله سواء خلقه من خلاقي الله إذن كل كلام في وجودنا وكلام الله إذن إذن كفرتم بالرب نفيد وكلام الرب لأنه مخلوم من الخلاقيق مخلوق الرب أبورنا متشره أما كلام هنقضه أعيان المخلوقات حروف هنقضه كلام هنقضه هذا صوت هنقضه محمود حسان هنقضه كل عين في الدنيا وفي الكون يا أبوري الله إذن كلام محمود نقضه مخلوق عين قائمة مخلوقة لله رب العالمين إذن كل كلام وكلام الله إذن محاق اللازمين جماعة من الزلفة وحدة أيها الذين قلت لهم يؤدي أنه كان قرآن كبار دنتي وانصوك فنه وانكتو كنه أنحبالي إنك كنه ولم أعزلكوا لهذا ولموالنتي مقرآن ساورد منكرة هذا قرآن محاق المخلوق منه من الخلاقيق إنه وارهينا لمشيق قناه قد عواحة موساء أنصوه حوالينا كنتو كنه سلاة الجنازة كدونا نحبالي مطعم السماسة واللازم واللازم صحيح شيء مخلوق كل شيء هاليك إلا وجه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجال والإكرام كل نفس دايقة الموت كل مخلوق واسدة كل نفس كل أحد والنول وحية واسدة لكن ما كان محل لا فرق بين المخلوق البشري والمخلوق الكلامي مخلوق البشري وإنه مخلوق الكلامي وقرآن لا فرق بينهم كل كل كلام نحن نقول إياه قرآن قرآن كنه وح فرقه وكهدوين يهي متشيروا هذا الذي كان صبح لأن أسوى مخلوق أدونا مخلوق باتا كلام كان صبح إنه واكير ربي كأنه واكير ربي كل مخلوق إنه واشي واحدة إنه عارف مخلوق إنه عارف مخلوق أي وكفة إذن شغل حول هذا مركب الجهمية يمزل هذا زندقضاء باللهباء وحنره ما يصره الطائفة الاتحادية الطائفة الاتحادية إذن صدح هذا مقالات بيقولوا الوريغة فروح بإليه كراميا أنتين نصرع لأن العبودان قوليه سالميا اللي يجد أنتين نصرع لأن العبودان يعني أصوشا لكن وو وصدح ذاس طريقة الكلابية الأشعرية يا طريقة الجهمية والمعتزلة يا طريقة أهل السنة والجماعة يا أنتين نصرع بيضيبوا بوز دونان ماكو حروف طالما رأي أصواض كلافرين دونان قيبة كميذاني والميال بكو فشل ما هي نعم أحسن الله إليه قال رحمه الله تعالى والحارث المحاسبي قد ذكر القولين عن أهل السنة المثبتين الصفات والقدر فقال في كتاب فهم القرآن لما تكلم على ما لا يدخل فيه النسخ وما يدخل فيه وما يظن أنه متعارض من الآيات وذكر عن أهل السنة في الإرادة والسمع والبصر قولين في مثل قوله تعالى لَتَدْخُلُنَّ من أهل السنة إلى أن لله استماعاً حادثاً في ذاته وذكر أن هؤلاء وبعض أهل البدع تعولوا ذلك في الإرادة عن الحوادث قال فَأَمَّا مَن ادَّعَ السُنةَ فَأَرَادَ إِثْبَاتَ الْقَدَرِ فَقَالَ إِرَادَةُ اللَّهِ تَحْدُثُ مِنْ تَقْدِيرٍ سَابِقٍ لِلْإِرَادَةِ وَأَمَّا بَعْضُ أَهْلِ الْبِدَعِ فَزَعَمُوا أَنْ إِرَادَةَ إِنَّمَا هِيَ خَلْقٌ حَادِثٌ وَلَيْسَتْ مَخْلُوقَةٌ وَلَكِنْ بِهَا تَوَّنَ اللَّهُ الْمَخْلُوقِينَ قال وَزِعَمُوا أَنَّ الْخَلْقَ غَيْرُ الْمَخْلُوقُ وَأَنَّ الْخَلْقَ هُوَ الْإِرَادَةِ وَأَنَّهَا لَيْسَتْ بِشِفَةِ اللَّهِ مِنْ نَفْسِهِ قال وَكَذَلِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّ رُؤِيَتَهُ تَحْجِذُ وَقَالَ مُحَمَّدُ بِنُ الْحِيصَمَ نعم نعم ما شاء هو رأيه إِنَّ لِلَّهِ إِنَّ لِلَّهِ إِنَّ لِلَّهِ إِسْتِمَعًا حَادِثًا فِي ذَاتِهِ إِنَّ اللَّهِ يَبْطَنْبَ اللَّهِ يَبْطَنْبَ اللَّهِ يَبْعَ وَلَيْسَ مَلَهِ إِنَّ بِعْضُهُ تَحْجِي لِليـ حديث كيبه صحيح إِلاَّهِ طَبُهِ إِنَّ لَنَّبِيْ عُطْقُرْ حِسَنَ حَسَنِ يَبْطَنْبَ اللَّهِ يَتَغَنَّةً بِالْقُرْنَ مِنَّ لِلَّهِ إِنَّ دَقِيسِينَ تَحْجِوَ وَالْتَقَالَهُمْ لِلَّهِ وَالْتَقَالَهَ ضَالْتِلَى لكن الحادث مخلوقاً يشمده أفاق عدد عيسى إذن مرحباً استمعوا الله أسألوا سناء الله وهذا نفس الشيء رؤية الشرية بصر بحكو تعلقها بموجود لم يكن من قبل ثم كان كذلك المسموعات سمعوا تعلقها إذن حدودك سيتجدد كالصوك وراء مبالغها الله سباتك ربك تعلق كل مخلوقاتك أي معلوماتك أيها اللوجياة وحا تهاسي وحكمك عابيني ممكن أهل بداعها حدوث هي قيام الحوادث بالله قيام الحوادث بالله قيام الحوادث بالله وحاسكا غخلداً وحيا بها إلهي سبحانه وعلى الله تيريه ومحمد الله وعلى الله تقيمه أعيانيه هي معاني أعيان هي معاني أم أوصاف الأعيان لا تقوم بذات الله سبحانه وتعالى كبيت الله وناقة الله ورسول الله وأعيان والأعيان وشي منفصلة بين عائلين ومخلوقات هذه الرب لو تيريه وحلو تيريه إضافة تشريف وتكريب أما وحي أفعال هي معانيها وصفات ربك وقمها لأن صفات لا تقوم إلا بموصوف مركز أعيان المضافة إلى الله سبحانه وتعالى الأفعال والأوصافة المضافة إلى الله كإضافة صفة لموصوفها أعسى الله أعسى الله محمد الحيثم ومتكلم كرامية ومتكلم كرامية ومتكلم كرامية محمد الحيثم الكرامي وشيخ الكرامية ومتكلميهم أبو عبد الله الرازي لا يشاهد أفراد كرامية وضعنا أغيرا إلى أحمرين بمهارة ومحمد الحيثم ومحمد الحرب ومحمد الحيثم ومحمد الحيثم ومحارة كرامية ومتكلمين ومثالب أبو الحسن الأشعري ونقض المناقب ومثالب أن يكون أدرى والأن يكون يكون أدرى دوالة ضبعية أخرية. يقول العلسوي مسألة القرى مكونا لمرها هنا لسعودة. مكونا لمرها مسألة قيام السفات الاختيارية أو السفات الفعلية بذات الله سبحانه وتعالى هنا لسعودة. ومن ثم الشيخ مكان سنياء هذا الذي يسكى كشاهد. ما قلنا بحلقة الأمر بالتجربة بفرق المقالات عندنا الناس. عندما تكون هذه الأشاعة وضحدة عن صباح اكبر جيده. أنظم مهمات مثلهم بلخمس المكلة. وإحدى الناس يحفظون خطأ أن نجد المنطقة. الطعام بحياءة بفرق القرى مكملتهم للتقريب. ذات الحزر الأولى. أنظم كل الشيخ مهمة. لن نحفوها السفات. نعم وقالوا القول بأنه كلام الله على الحقيقة ثم وافقوا جهما في المعنى حيث قالوا كلام خلقه كلام خلقه كلام خلقه بائنا عن وقال عامة المسلمين إن القرآن كلام الله على الحقيقة وإنه تكلم به والفصل الثاني أن القرآن غير قديم فإن الكلابية وأصحاب الأشعري زعموا أن الله لم يزل متكلما بالقرآن وقال أهل الجماعة إنما تكلم بالقرآن حيث خاطب به جبريل وكذلك سائر الكتب نعم إن الله لم يزل متكلما بالقرآن أشعر مركلين يقول قادن اسكوا أجد إن الله لم يزل متكلما بالقرآن أي متصفا متصفا كلام مشيئة تعلقه هل يقول ربه الله هل يمي أمن سنو متكلم ومع أي متصفا بصفة بصفة الكلام الذاتية الأزلية القديمة قديمة النوع حادثة الأحاد مجردة قديمة النوع والعين والأحاد أكتوضة وبالتالي كلام كلام ما بتعديد وشيء واحد وانا قد قد قصو مري تورادي إنجيري فرقان وايسكم القدرة والإرادة والحياة والمشيئة والعلم سكمت كدها وصفاتك ومعانيه سكمت كدها وإتحاده وصفات وكلا إلزامه مرد دي قرآنك جمالك سياء أخباتك سكمت نقديه وأمرك يا نهي يا خبرك يا وعدك يا وعيدك كل شيء واحد إذن سفة واحدة وكافطومة وجميع سفاتنا هؤلاء لسان سفة العلم تعدك تشوتية مردك متكلما بالك أي متصفا بالكلام النفسي بالله والله ما ينلغو قاد مردك سأصعب من هيصم نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى والفصل الثالث أن القرآن غير مخلوق فإن الجهمية والنجارية والمعتزلة زعموا أنه مخلوق وقال أهل الجماعة إنه ليس بمخلوق والفصل الرابع أنه غير بائن من فإن الجهمية وأتباعهم من المعتزلة قالوا إن القرآن بائن من الله وكذلك سائر كلام وزعموا أن الله خلق كلاما في الشجرة فسمعه موسى وخلق كلاما في الهواء فسمعه جبريل ولا يصح عندهم أنه وجد من الله كلام يقوم به في الحقيقة وقال أهل الجماعة بري القرآن غير بائن من الله وإنما هو موجود منه وقائم به وذكر محمد بن الهيسم في مسألة الإرادة والخلق والمخلوق وغير ذلك ما يوافق التي ليست عيانها قديمة ولا مخلوق وهو يحكي ذلك عن أهل الجماعة وقال الإمام نعم وقال الإمام عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه المعروف بنقض عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على الله في التوحيد قال وادعى المعارض أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا خين يمضي من الليل ثلث فيقول هل من مستغفر هل من تائب هل من داع قال فادعى أن الله لا ينزل بنفسه إنما ينزل أمره ورحمته وهو على العرش وبكل مكان من غير زوال لأنه الحي القيوم والقيوم بزعمه من لا يزول قال فيقال لهذا المعارض وهذا أيضا من حجج النساء والصبيان ومن ليس عنده بيان ولا لمذهبه برهان لأن أمر الله ورحمته ينزل في كل ساعة ووقت وأوان فما بال النبي صلى الله عليه وسلم يحد لنزوله الليل دون النهار ويوقت من الليل شطره أو الأسهار فأمره ورحمته يدعوان العباد إلى الاستغفار أو يقدر الأمر والرحمة أن يتكلم دونه فيقول هل من داع فأجيب له هل من مستغفر فأغفر له هل من سائل فرطية فإن قررت مذهبك لزمك أن تدعي أن الرحمة والأمر هما اللذان يدعوان إلى الإجابة هما اللذان يدعوان إلى الإجابة والاستغفار بكلامه ما دون الله وهذا محال عند السفهاء فكيف عند الفقهاء قد علمتم ذاك ولكن تكابرون وما بال أمره ورحمته ينزلان من عنده شطر الليل ثم ينكثان إلى طلوع الفجر ثم يرفعا لأن رفاعة يرويه يقول في حديثه حتى ينفجر الفجر وقد علمتم إن شاء الله أن هذا التأويل أبطل باطل ولا يقبله إلا كل جاهل وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكانه ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح ماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض أصحابه أو التابعين لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء لأن أمارة ما بين الحي والميت تحرك كل حي متحرك لا محالة وكل ميت غير متحرك لا محالة ومن يلتفت إلى تفسيرك وتفسير صاحبك مع تفسير نبي الرحمة ورسول رب العزة إذ فسر نزوله مشروحا منصوصا ووقت له وقتا مخصوصا لم يدع لك ولا لأصحابك فيه لبسا ولا عويصا وأما دعواك أن تفسير القيوم الذي لا يزول عن مكان ولا يتحرك فلا يقبل منك هذا التفسير إلا بأثر صحيح الماثور عن النبي أو بعض أو عن بعض أصحابي أو التابعين صحيح ويركاس وجد تفسير كآد في السرطيق القيوم كفست معنها اللغة كقالة نيسو إنه يتفسير نقل أو سمعها لغته كما قلت لأن الحي القيوم يفعل ما يشاء وهو تفسير لغويها وحضر شوك الله إنه كهالله هايو صفات ربي وطوص أهالله وحكاه الله يا القيوم في اللغة العربية من حيث مفهوم اللغة هايو محاي الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء ويهبط ويرتفع إذا شاء ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء ويجلس إذا شاء وحباها كعارنا الله وقال ليا مفهوم القيوم الحي القيوم بقال ليا هذه لكن هذا مفهوم اللغة وآذن هينم كم بوليه تفسير صحيح أو عن النبي أو عن السحابة أو عن السلب الصالح لا بأس مدون به أما مفهوم الحي القيوم أو القيوم لغة همو الله يا قانا وأحد كان نور يوحو دون وحو دون سمين كرة هذا هو تفسير اللغوي أما تفسير النقل السمعي ما بحي يزيد ويهدكين أما آثار كين أما اللغة نقل بحر آثارنا ما هيزيد لغة لنواق وخلافة لغة لغة ما هيزيد نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قال ثم أجمل المعارض جميع ما أنكره الجهمية من صفات الله تعالى وذاته المسمات في كتابه وآثار رسوله صلى الله عليه وسلم فعد منها بضعا وثلاثين صفة نسقا واحدا يتكلم عليها ويفسرها بما حكى المريسي وفسرها وتأولها حرفا حرفا خلاف ما عن الله ورسوله وخلاف ما تأولها الفقهاء والصالحون لا يعتمد في أكثرها إلا على المريسي فبدأ منها بالوجه ثم بالسمع والبصر والغضب والرضا والحب والبغض والفرح والكره والضحك والعجب والسخط والإرادة والمشيئة والأصابع والكف والقدمين وقوله كل شيء هالك إلا وجها فعينما تولوا فثم وجه الله وهو السميع البصير وخلقت بيدي وقالت اليهود يد الله مغلولة ويد الله فوق أيديهم والسماوات مقويات بيمين وقوله فإنك بأعيننا هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان والملائكة وجاء ربك والملك صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية والرحمن على العرش استوى والذين يحملون العرش ومن حوله وقوله ويحذركم الله نفسه ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة وكتب ربكم على نفسه الرحمة وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك والله يحب التوابين ويحب المتطهرين قال عمد المعارض إلى هذه الصفات والآيات فنسقها ونظم بعضها إلى بعض كما نظمها شيئا بعد شيء ثم فرقها أبواب في كتابه وتلطف بردها بالتأويل كتلطف الجهمية معتمدا فيها على الزائغ الجهمي بشر بن غياث المريسي ومدلسا عند الجهان بالتشميع بها على قوم يؤمنون بها ويصدقون الله ورسوله فيها بغير تكهيف ولا تمثيل فزعم أن هؤلاء المؤمنين بها يكيفونها ويشبهونها بذوات أنفسهم وأن العلماء بزعمه قالوا ليس في شيء منها اجتهاد رأي ليدرك كيفية ذلك أو يشبه شيء منها بشيء مما هو في الخلق قالوا هذا خطأ كما أن الله ليس كمثله شيء فكذلك ليس ككيفيته شيء قال أبو سعيد عثمان بن سعيد فقلنا لهذا المعارض المدلس بالتشنيع أما قولك إن كيفية هذه الصفات وتشبيهها بما هو في الخلق خطأ فإنا لا نقول إنه خطأ بل هو عندنا كفر ولكن ونحن لتكييفها وتشبيهها ونحن لتكييفها وتشبيهها بما هو في الخلق موجود أشد أنفا منكم غير أن كما لا نشبهها ولا نكيفها لا نكفر بها ولا نكذبها ولا نبطلها بتأويل الضلال كما أبطلها إمامك المريسي قالوا أما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والأحكام التي نراها بأعيننا ونسمعها بآذاننا فكيف في صفات الله تعالى التي لم ترها العيون وقصرت عنها الظنون نعم صلاة الله وإياك وإذا كانت أصلا وإذا أصلا الله تكتبوا من كتابكم الرد على الجهمية أدنا أقصوا على نقضه أيها كجرة ومن هناك وحصاء التصريحية أفرنا المرأة أبو عبدالله شافع بأوري وحكو حكسة دارمي عفوا وحكو حكسة مزاني وارد شافع دارمي وارد اشابعك قاطع العلمي إي حديث كيفيقه أو شيخ يستوسك في الفقه بوغيتي 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 بشيخ أه أبي يعقوب أبي يوسف إيهو مجراء الطبري أفرته وذاته رقهو رئيق كرنكي تحاضها المتأخرين تأمنوا من ذلك يقولوا من ذلك كتاب المناقبة في السنة السكورية أن الخطأ في التوحيد هو كفر الخطأ في التوحيد وكفر أما ما ذكرت من اجتهاد الرأي في تكييف صفات الله فإنا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائض والحكام في قيادك فروح رابنا أقولين بالمسائل كماذا إن لو اجتهاده وقواطع صلاة وجوب كيدي صون كي زكادي حج كي جهاد كي أمر معروف المسائل وحاجر في قيادة وقواطع قالين اجتهاد التي نراها أنه أرغم بأعيونها ونسمع بأدانها فكيف نجيز الاجتهاد بالرأي في صفات الله التي لم نراها لم تراها العيون وقصد عنها الظنور أصل كامرك الشافي عباك الله الخطأ في التوحيد وكفر الخطأ في التوحيد وكفر الخطأ في التوحيد وكفر يجب أن يكون تلك الأمر ويجب أن يكون تلك الأمر الخطأ في التوحيد ويغض لكن هذا ستكلم مثل هذا يجب أن تقوله السادة الموزانية الربيع وحقور رجل شافع يدع المسائل لا يأخطأ ويخص يدع المسائل يجب أن يكون يكفر عند شعر ومقام ذلك يأخطأ ومقامه كفرته الخطأ في التوحيد عنده هو معي وكفه صدرت اجتادك حقائبية اجتاد له قد دم بابي يميد أجر لغاقوري يميد أجر دم منه لهذا هذا سوء قائب يشافع اجتادك ندريد أن يضحوا تطبيقينك للدارمي وحاة تطبيقية من الجداد الطبري في كتابه على المعالم الخطأ في التوحيد وقفه ويجمع بسوء قرنية جميع الطواف بسوء قرنية الجهل كذلك موزني 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 لغاقوري كتابه في اعتقاد أهل سنة والجماعة بسند جيد وموزني أرضي سيؤون الفقيه وابو جعفر العلان جري أياه سوء قرنية سمحقه وقرنه ومجهول ويويري وشيخ الشابعث في مصر ترجمة بكولة طبقات لأنه يقانوا عالمه محقن وحوله يمني غفيل ميوه ومالك الرياشي ومجهول لم أجد له ترجمة لم أجد له ترجمة كتابته 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 أو كتابته كتابته قلت بحوشة هذه جملة كبيرة شافعي مزني دارمي أبو جعفر الطبري أفرتاسان أركي ولا مخالفة لهم من السلف يعني هنا عديا نكال لكن وحق لبسن السلف كمان أرك تصريحا نكال الله قلت بحوشة أن المخطئ في التوحيد وكافر أن الجهل في التوحيد وكفر باب الدليل على أن الخطأ في التوحيد وكفر كتاب الإيمان وكتاب التوحيد بغضتنا وغالي من من دك الله أصل كأسقع متكلمين تويقاته متكلمين تقولين متكلمين تأشاعر إما ترديه إياه مزلتنا ويقاته محاكي نبي لهذا إن إلهي إليه 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 verify إليه 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 أهدر وعلى المساعدة من الجائزات العقلية شرعيه لكن وقوعيه خنزيرك إلا حرمه إلا حرمه وشيء جائز عقلا خمرضة إلا حرمه إلا بناه وجائز عقلا صدرت يدبان وإذا دمبان حرمه أولا دعوة بأنه حرمه أحكام تنفيق عملياتك حتى قطعيات كذا وحيء هذا في مرتبة الجائزات العقلية لكن مركز إلا حرمه سبحانه وتعالى إلا حرمه إلا حرمه قدره إلا حرمه وحرمه إلا حرمه وحرمه إلا حرمه إلا حرمه أما ربي أنقى بأنه مستحيل أما كمال ربي ليس كأنفذي أما النقص بأسكتي خلوق الرب عن الكمال ومستحيل عقلا اتسافه بالنقائصنا ومستحيل ممتنع عقلا مما لا يجوز ولا يمكن أن يقع أما ربي قلت الماميس أما قلت الماميس مركز صدر النقاطنا فأنت جاهل بالله سبحانه وتعالى ومن ثم صار الخطأ في التوحيد كفرا أي كفر الجهل وكفر الجهل ومستحيل عقلا ومستحيل عقلا حياذا بالله إنه أودية شمرنا أودية لنا وأحكاما اسبدلين كمالات الرب سبحانه وتعالى يتنزع عن نقائص وشيء أن نصنقلين اجتهاد لأن نصنقل فإننا لا نجيز اجتهاد الرأي في كثير من الفرائد والأحكام فكيف في صفات الله سبحانه وتعالى أو شهد ما رك أسألك إنه أول محاسك التقرير سني أن الخطأ والاجتهاد في جميع الأبواب كل جاهل معذور وكل مقطع معذور وحقبه بين عادن ومجرون كآهين قل ليها ما أنت سرفي ذا شكت حطاء شعيرا ما قلت حتى جه من صفات مقل حتى جاحذ بانقى منه وتطلقه قالسا جاحذ حقبه كريه إلا كأخذ حنك وآخره كل جاهل ومعذور في الحكم الأخرى هو بقباه أما أدونك كل من أظهر هو كافر وكل من أظهر الإسلام فهو مسلم آخر لك إله وحكالسار يبدو جاهلك ومعذور إله وإله وليس إله وإله ومعذور مجرد إله من أجل الأدون كنن نخي لا شكل أمر حكمة له بدعونا جميع المقالات آخرية وهذا ما ي행iesen ولا خير في الرأي الفطير إذا يدخل حياة الفطير لا خير في الرأي الفطير كما أنه لا تخميره ومدق اللوضة إذن إنه ضد إسلام الشيطان أو إله غير كعابده أو شرك كتيره كفية وعامي إسلام كالوسع إليه أي أقاسي إلا إله هنا الجمعيان بين المتناقضين التواصيل وجميعه البدعي تعود مقالاتهم الى الجمع بين النقيدين او رفعهما استغرابك سوى السمعين اهل بدعونا سوفيري بوله مقالات خذ وردان يصير شهده اما جمع بين النقيدين او رفعهما وانتابع وثلث الحالة وهذا نفس الشي دبا نفيريه كوان هذا الجو وردان مقالات خذوا واوين اما جمع بين النقيدين او رفع لهما حقيقة عقلية ذرية وكل كنت مريا احسن الله قال رحمه الله تعالى غير ان لا نقول فيما قال المريسي ان هذه الصفات كلها شيء واحد وليس السمع منه غير البصر ولا وجه منه غير اليد ولا اليد منه غير النفس وان الرحمن ليس يعرف بزعمكم لنفسه سمع من بصر ولا بصر من سمع ولا وجه من يدين ولا يدين من وجه وهو كله بزعمكم سمع وبصر وأجه وعلى وأسفل ويد ونفس وعلم ومشيئة ويرادة مثل خلق السماوات والأرض والجبال والتلال والهواء التي لا يعرف لشيء منها شيء من هذه الصفات والذوات ولا يوقف لها منها على شيء فالله تعالى عندنا أن يكون كذلك فقد ميز الله تعالى في كتابه السمع من البصر وذكر الآيات الواردة في ذلك فقال تعالى إنني معكما أسمع وأرى وإنا معكم مستمعون وقال ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ففرق بين الكلام والنظر دون سمع فقال عند السمع والصوت قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير ولقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ولم يقل قد رأى الله قول التي تجادلك في زوجها وقال تعالى في موضع الرؤية الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ولن يقل يسمع الله تقلبك ويسمع الله عملكم فلم يذكر الرؤية فيما فيما يسمع ولا السمع فيما يرى لما أنها عنده خلاف ما خلاف ما عندكم وذكر كلاما طويلا في الرد على النفاك قلت وكلام أهل الحديث والسنة في هذا الأصل كثير جدا وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل على هذا الأصل ملا أحصل إليكم وأما الآيات والأحاديث الدالة على هذا الأصل فكثيرة جدا يتعذر أو يتعسر حصرها لكن نذكر بعضها وقد جمع الإمام أحمد كثيرا من الآيات الدالة على هذا الأصل وغيره مما يقول النفاك وذكرها عنه الخلال في كتاب السنة وذلك كقوله تعالى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وقوله تعالى وإذ نادى ربك موسى أنيتي القوم الظالمين وقوله تعالى فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين وقوله تعالى فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين وقوله تعالى هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى فوقت النداء بقوله فلما وبقوله وإذ فعلم أنه كان في وقت مخصوص لم يناديه قبل ذلك وقوله تعالى ويوم يناديه فيقول ماذا أجبتم المرسلين وقال تعالى ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فأخبر سبحانه أنه قال لهم ذلك بعد أن خلق آدم وصوره لا قبل ذلك وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من ترابه ثم قال له كن فيكون وقال تعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وقال تعالى بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وإذا ظرف لما يستقبل من الزمان وأن تخلص الفعل المضارع للاستقبال وقال تعالى وإذ قال ربك للملائكة وقال تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعن وقال تعالى وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وقال تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان وقال تعالى الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وقال تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمان وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك وقال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وقال تعالى ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وقال تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وقال تعالى وإذا أراد الله بقول سوء فلا مرد له وما لهم من دونه من وال وقال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا وقال إسماعيل ستجدني إن شاء الله من الصابرين وقال صاحب مدين لموسى عليه الصلاة والسلام ستجدني إن شاء الله من الصالحين وأدوات الشرط تخلص الفعل للاستقبال ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم من حلف فقال إن شاء الله فإن شاء فعل وإن شاء ترك رواه أهل السنن واتفق الفقهاء على ذلك وكذلك ما في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سليمان عليه السلم أنه قال لأطوفن الليلة على تسعين امرأة تأتي كل امرأة بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه قل إن شاء الله فلم يقل فلم تلد منهن إلا امرأة جاءت بشق ولد قال النبي صلى الله عليه وسلم فلو قال إن شاء الله لقاتلوا في سبيل الله فرسانا أجمعين وقال تعالى كل يوم هو في شأن وقال تعالى فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمع وقال تعالى لموسى وهارون إنني معكم أسمع وأرى وقال تعالى أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون وقال تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنيا وقال تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وقال تعالى الله نزل أحسن الحديث وقال تعالى فبأي حديث بعده يؤمنون وقال تعالى ومن أصدق من الله حديثا وقال تعالى فلما آسفون انتقمنا منهم وقال تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكريه رضوانا فأحبط أعمالهم وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعون ليحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال تعالى إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم فأخبر أن طاعته سبب لمحبته ورضا ومعصيته سبب لسخته وأسفه وقال تعالى فاذكروني أذكركم وجواب الشرط مع الشرط كالمسبب مع سببه ومثله في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم ومن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعة ومن أتاني يمشي أتيته هرولة وقال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ونعنه وأعد له عذابا عظيما نعم 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 صلى الله عليه وسلم هنتز وعشير عموا إيمان تبلايدي بطلب سبب حظين كلامك يا فلصفاتي وركا وعلى شوخ قيبندو أنا أدل الذي هضوحك سواء الله أفعاش ربي لازمه أدل الذي تسعيسيب وقسوها الله ونقصه قبقبوه لما إذا ينشرطياء هلها سؤالهم حكوتو سهيان توقيت تضريف والمؤقت بظرف لا يكون أزليا وأبدا إطلاقا معناها سوشغل أذس كبقابيري ميجو قدن بيس نكتفي عن بوشا وجواب الشرطي مع الشرطي كالمصاب مع سهلو حيوتي إذا إلهي سبدي فاذكروني أذكركم هذا يقول إنه إلهي سبحثنا وإهنا حسنا وإهنا حسنا هذا يقول إنه حسنا وإهنا حسنا هيا هو أفعل متجدده ووقتي له وحد له وزمن له هذا يقول إنه سبدي فإلهي سقوطك كيمتغي كلامك وذكركم سقوطك عند عدم ذكر إيمانية وجواب الشرطي مع الشرطي كالمصب مع سببه هذه الليلة آذفة رب ودانا مركب قصه هذا الشيخ وحكو تصيزا أفعال يا سفات ربكو قمه يا إيجيران يفعلو الصميين يحلقو الضونه يحلقو سنتونين الله نزل أحموك يا أنا فعلك التنزل نزل وفلحب نزل مرة بعد مرة تضعيف يتجدد باكو جرى أحسن الحديث أموك يا دوحورا نزلو ربعين وكو تصو يني فعل ربكو قمه يا سوء الصميين وفل رب الصميين يحل المعينة يحلقو آدم كدتي يحلقو موسى كدتي يحلقو كدتي محمد إذا وحكسوا الله الأفعال اللازمة الدليلة تسيسئو أما كتابة موصولناها هي طريقة السلف حكو يستقى أفعال المتعدية هلغا سنوية جوية عشر ومانتا جزاك الله خير